أحبائي رسالة القديس بولوس إلى العبرانيين هي رسالة الخدمة خدمة يسوع الذي ما جاء ليخدم بل ليخدم ويبدو الحياته عن الآخرين وفي خط هذا الخادم الأول ومريم راحت في خطه حين قالت أنا خادمة للرب أنا أمد الرب ويسوع ترك وراءه الكنيسة التي دعت نفسها الخادمة والمعلمة وهي ترسل الخدمة بكل أنواعهم وخصوصا الكهنة يخدمون الكلمة يخدمون الأسرار يخدمون شعب الله الرسالة إلى العبرانيين أرسلت إلى الذين حسبوا أن الخدمة القديمة هي الأهم حيث الذبائح الذبائح الخارجية كلا أما نحن المسيحيين فما لنا سوى ذبيحة واحدة ذبيحة الصليب وهي التي نعيشها يوما بعد يوم حتى انقضاء العالم وهذا الكاهن الكاهن الأعظم يسوع المسيح الذي حمل وحي الآب وحي الآب الكامل الذي كان وحي الآب الذي كان الكلمة التي ما بعدها كلمة جاء بعد انتصار طويل وهذا ما تقوله هذه الرسالة التي أرسلت إلى العبرانيين إلى هؤلاء اليهود المقيمين في روما ونقرأ أحبائي الفصل الأول آي واحد واثنين كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم قرأنا الرسالة إلى العبرانيين الفصل الأول واحد واحد اثنين في مرة سابقة ذكرنا الأباء إبراهيم إسحاق يعقوب بل ذكرنا قبلهم أنوش الذي دعا الرب فأجابه ذكرنا نوح ذكرنا موسى والشعب العبراني المجتمع حول جبل سيناء وكأنه مذبح كبير يقيم حوله الشعب المؤمن وذكرنا وذكرنا بشكل عابر إليا إليا النبي الذي سمع صوت الرب لا من خلال النار ولا من خلال العاصفة ولا من خلال الرعب بل سمع صوت الرب من خلال نسيم هادئ بل من خلال الصمت فالله لا يتكلم إلا بالصمت ونتذكر الكاهن الأوحد ياسوع المسيح في المزود هو طفل هو ابن الله وابن البشر هو الكاهن الذي يربط السماء بالأرض هو طفل صامت في مغارة والكل يأتون إليه ويحملون كلمته أتى الرعاة هؤلاء الفقراء هؤلاء المسيكين أتوا إلى المزود رأوا ومضوا يخبرون يبشرون فكانوا صورة بعيدة عن الرعاة عن الرسل الذين انطلقوا يوم العنصرة وأتى المجوس هؤلاء الذين يمثلون الشعوب الوسنية من خلال أولاد نوح سام وحام ويافس وهم أيضا رأوا الإبن عرفوا من هو سجدوا له ومضوا يخبرون عنه الله يأتي إلينا في الصمت يأتي إلينا في صمت طفل يقيم في مذود شأنه شأن أبناء الفقراء في أيامه كلمنا الله ويكلمنا من خلال الصمت من خلال الهدوء ومريم تعرف تعرف مريم كيف تسمع لابنها الناس يأتون ويروحون ويروحون يزورون مريم في ذلك البيت وينضون وحدها مريم صامتة تكلم ابنها في أعماق قلبها هو يستعد لأن يكون الخادم وهي هتفت حين بشرها الملاك هأنا خادمة للرب فليكن لي بحسب قولك كلم الله آباءنا من قديم الزمان منتظر أن يأتي الإبن في ملء الزمان كما قال بولس الرسول فلما تم ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس لكي يفتدي الذين هم تحت النموس ويعطينا نعمة التبني كلم الله البشر بلسان الأنبياء لا فما للرب مثل أفواهنا ينطق كما ننطق نحن الله ليس ببشر ليتكلمك البشر ولا فما بشريا له ليتلفظ بالكلمات ولا لسان بشري له هو يأخذ فمنا يأخذ لساننا حتى يتكلم به قال لإرمية اذهب قال لموسى اذهب وكلم هذا الشعب ويخبرنا الكتاب كيف أن موسى كان يسمع صوت الرب ثم يحمل يحمل هذا الصوت يحمل هذه الكلمة إلى الشعب بل الرب كتب له الوصاية وأخذها حملها إلى الشعب الرب لا يد له لكي يكتب هو يأخذ يدنا يكتب بها لا فما له يتكلم يتكلم بأفواهنا بانتظار أن يأتي ابنه يسوع المسيح هو يكلمنا هو يكشف لنا سر الأهب يخبرنا عن الأهب كلمنا الله كلم أباءنا بلسان الأنبياء نعم احتاج الرب إلى لسان الأنبياء لكي يتكلم كما يحتاج إلى يدي الراهبة لكي يهتم بالمرضى والمعاقين والبرص والعجز يأخذ الرب عيوننا لكي ينظر شقاء البشر يأخذ آذاننا لكي نسمع من يحتاجون إلى أن نسمع لهم الله أخذ لسان الأنبياء هم أول خدام الكلمة هم لا يتكلمون من عندهم فلو تكلموا من عندهم كانوا أنبياء كذبة النبي يقول كلمة الله لا كلمة البشر هذا هو النبي الحقيقي والأمثلة عديدة في القرباء في الكتاب المقدس إرمية هو في السجن هو معذب هو متحد الكل يقفون ضده دعاه الملك كلمني بكلمة تعزيني تريحني كلا إذا كلمتني مثل هذه الكلمة أطلق سراحك أخرجك من السجن من البئر الموحلة كلا هذا ما قال الرب النبي يقول كلمة الله لا كلمة البشر سراحك ويروي ويروي لنا سفر الملوك كيف أن الملك طلب نبيا يكلمه باسم الله باسم الرب وجاء الأنبياء العديدون وعندما يكثر الأنبياء هذا يعني أنهم ليسوا بالأنبياء الصادقين هم أنبياء الملك إذن يتكلمون كما يريد الملك أنت تنضي إلى الحرب إذن أنت تنتصر أنت لا تنضي إلى الحرب الأفضل أن لا تنضي ما قيمت هذا الكلام الذي هو انتداد لكلام الملك فكأن الملك يكلم نفسه ويقول المثل القديم من قاد نفسه بنفسه يكون كمن يقوده شخص مجنون النبي الحقيقي هو ذاك الذي يسمع صوت الله الأنبياء الذين ادعاهم الكلمة الملك فقالوا كلهم كلمة واحدة كأنهم اتفقوا جاء تجاهم ميخا بن يملى قال عكس ما قالوا كلهم وأكل صفعة على وجهه وجعل في السجن مع مع بعض الخبز والماء لأنه لم يتكلم كما تكلم الآخرون هم قالوا الكلام البشري فرضي عنهم البشر ولكن إذا أردنا كلام الله نسمع عن نبي الذي الذي اسمه رجل الله كما كان بالنسبة إلى إلي فالنبي أساسا هو الذي يدخل في سر الله يدخل في أعماق الله في صمت الله ويسمع صوته ويسمع كلامه وليقول إلا ما يقوله له الرب هكذا فعل ميخ بن جملة قال له رسل الملك كلهم تكلموا بهذه الطريقة فأنت تكلم مثلهم وكان الجواب لأقول إلا ما يقوله لي الرب الرب يكلم الأنبياء في أعماقهم وهم يقولون كلام الرب ولا يقولون إلا كلام الرب والنبي لا يمضي من تلقاء نفسه وكأنه هو صاحب الكلمة ذاك كان وضع موسى لما طلب منه مرة ثانية المال في الصحراء ماذا فعل هل سأل الرب كلا هل سمع لله كلا قال أنا أعرف كيف أفعل أخذ هذه العصر أضرب الصخرة كما فعلت في الماضي ويكون للشعب المأمن مسكين موسى النبي لا يمضي باسمه وستقول لنا الرسالة الإنسان يؤخذ من الشعب يأخذه الله والرب ياسوع قال لنا لستم أنتم اخترتموني أنا اخترتكم أنا أرسلتكم إذن النبي لا يمضي باسم نفسه فهو وكيل الأصير هو الله فهو سفير والله يرسله في سفر هذا ما نجده مثلا في حياة داود النبي خطئ داود زن قتل سرق يقول سفر سموئيل الثاني فسد اطناش أرسل الرب ناتان النبي نعم لم يمضي ناتان باسم نفسه كما يفعل عديدون اليوم فيحسبون أنهم يتكلمون باسم الله فإذا هم يتكلمون باسم بطنهم باسم مفائدتهم ومنفعتهم عندهم منفع يذهبون ويتكلمون ويحسبون نفوسهم على مستوى الأنبياء هم كذرة يقول لنا القديس بولوس إلهتهم بطنهم مدحهم خزيتهم فكرهم في أمور الأرض النبي الحقيقي يرسله الله أرسل الرب نتان إلى داود وهو عارف أنه مهدد لأنه روى له مثلا وأفهمه أنه هو ذلك الرجل الظالم القاتل قال له أنت هو الرجل روى نتان المسل لداود كيف أن الغني أخذ مال الفقير غضب داود وقال هذا الرجل يستحق الموت قال له النبي نتان أنت هو هذا الرجل كان بالإمكان أن يقطع رأسه وهذا ليس بعجيبة أما حصل ذلك ليحنى المعمدان حين وبخ هيروروس لأنه أخذ امرأة أخيه جعل في السجن حتى يصمت ولكنه لم يصمت وأخيرا قطع رأسه لقاء رقصة لإمرأة عاهرة هؤلاء هم الأنبياء الأنبياء الحقيقيون الذين يقولون كلمة الله ولا يتراجعون وهم عارفون بالخطر الذي ينتظرهم عموس النبي أتى من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال أتى من تقوع جنوب بيت لحل إلى بيت إيل معبد السامرة معبد الملك هدد ما تراجع وكان يتمنى أن يتنبأ في الجنوب في قرياته في منطقته كلا الرب هو الذي يختار الرب هو الذي يرسل ويعرف من يرسل وكيف يرسل فعلى النبي أن لا يخاف خاف بعض الشيء إرمية اعتبر نفسه أنه ليس على قدر المهم بعد لفتى لم أصل إلى عمر السلاسين حيث تنطلق الرسالات قال له الرب أجعلك سورا من حديد بابا من نحاص يهجمون عليك لا يقدرون عليك في النهاية النبي هو الذي ينتصر نعم هو الذي ينتصر أين الملوك في مملكة إسرائيل زالوا بقي لنا إيلية أين الملوك في مملكة يهود واحدا بعد الآخر ولو مضوا يركعون أمام الملك الأشوري إشعية ما لبس واقفا منتصبا يوجه الأمور كما يريد الله من أرسل من يمضي إلينا قال للرب ها أنزا فأرسلني تلمى الرب آباءنا بالأنبياء مرات كثيرة نحن نعرف أنبياء مستئي شعية إرمية حسقياء والإثني عشر عموس غوشع زكريا ملاخي ولكن حتى في الكتاب المقدس هناك أنبياء عديدون مثل ذلك النبي الذي أوقف الكتال بين الأخوة أردت مملكة الجنوب أن تصعد على مملكة الشمال لكي ترد أبناء الشمال إلى الطاع أتى النبي ماذا تفعل ليرجع كل واحد إلى بيته وهكذا كان وتوقف الختال قبل أن يبدأ ونبيات مثل دبورة سمعت صوت الرب وفي الوقت عينه سمعت بالظلم الذي يصيب أهلها فدعت براق كلمها الرب فكلمت براق وقالت له أمضي وخل الشعب من الضيق ومن الشدة والنبي حلدة أو خلدة هذه النبية عرفت في كتاب الشريع الذي وجد في الهيكل عرفت أنه كتاب الله ولهذا السبب شجعت الملك ومعه إرمية فقامت المدينة أورشالين بإصلاح امتد إلى أرض يهود بل وصل إلى قسم من أرض إسرائيل من مملكة إسرائيل عادوا إلى الرب إلى شريعة الرب بعد أن ضاعت وسط الكلمات العديدة والمشاريع البشرية والذهاب تارة إلى الجنوب إلى مصر وطورا إلى الشمال إلى الأشوريين ثم إلى البابليين من سوف يسمع الملك صوت النبي أم صوت الأمير أو الملك الفاتح أحاز رفض أن يسمع صوت الله من خلال أشعية قال له أطلب قال لا أطلب هو لا يريد أن يطلب من الله وماذا فعل مضى إلى حيث الملك الأشوري وهناك طلب منه وكانت النتيجة أن الملك هو الذي طلب طلب الجزية طلب الذهب من الهيكل طلب الفضة وفي النهاية طلب من شعب الله أن يعبد الله لا كما تريد الشريعة بل كما يريد الملك الأشوري فالصنع في الهيكل مذبح لا كما يريد الله بل كما يريد الملك الأشوري مرات عديدة نرفض سماع كلام الأنبياء نرفض سماع كلام الله ومع ذلك فالرب يرسل إلينا خداما يفرحون بأن يحملوا هذه الكلمة وبأن يوصلوها إلينا فالكاهن هو قبل كل شيء خادم الكلمة ولكن أنا نشبه الفريسيين أرسلت إليكم ملوكا وأنبياء وكهن قتلتم منهم اضطهتم منهم ليأتي عليكم دم الأنبياء الذي صفك منذ إنساء العالم حتى اليوم يا رب أنت ترسل إلينا خداما يحملون الكلمة شكرا لك علمنا أن نسمع أن نفهم وأن نعمل أمين أنتم الذين بالمسيح اعتمد بسم الآب والإبن والروح الحدوث الإله الواحد آمين قناة نور من المشرك أو The Lights from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز بأربعة لغات الإنجليزية العربية الآشورية والآرامية القديمة من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب الرب يبارككم صلوا من أجلنا آمين صيد الله بالدليل صيد الرم بصوت المو آللويا